بسم الله الرحمن الرحيم عن المونكلون الأنتيباضيز في المحاضرة السابقة وعرفنا المونكلون الأنتيباضيز ووصلنا لإستخلاص إنه المونكلون الأنتيباضيز المنتجة من الراتس أو الماوس بنسميهم المورين أنتيباضيز وعطيناهم صفيكس اللي هو عبارة عن أوماب وقلنا هذا 100% مورين بارت بمعنى إنه كلياً هو أنتيباضي معمول في الماوس زي ما شفنا النهار اللي فاتت كيف بنأخذ من الأنيمالز سبلين بعد ما نعملهم اللي هو إثارة مناعية بالأنتيجين اللي حبيبناها على كل حال كان في عنا رد مناعي سيء في أغلب الأنتيباضيز اللي أخذناهم من المورين بشكل كامل ولذلك توجهنا إلى chimeric antibodies واللي chimeric antibodies قلنا human constant region حتلاقي المنطقة السفلية هذي المنطقة التحد كلها الconstant هذي مأخوذة من الهيومان والاختلاف حيكون أو اللي حنحافظ عليه من المورين هو المنطقة الvariable وإكسيماب بنسبة 30% اللي هو منطقة الvariable بالنسبة للهيومانيز حتكون المنطقة هذه اللي احنا سميناها الأكثر تخصصية المنطقة الآمية خالص من الvariable region اللي هي الhyper variable region sensitive region هذه اللي سميناها من الفاته sensitive region هذه المنطقة هي المنطقة اللي احنا بنحافظها فيه وهي التي تتعدى العشرة في المئة ولذلك الزوماب عندهم حوالي 90% أو أكتر اللي هو عبارة عن humanized humanized anti-body والhuman framework مأخوذ بالconstant ويجزء كبير وأيضا جزء من الvariable قلنا السفر ميورين هو عبارة عن يوماب اللي هو عبارة عن fully human anti-body إذا نحنا كل ما طلعنا في المناعة كل ما طلعنا بجزء الإنسان أو بالجزء اللي هو human من anti-body كل ما قلت اللي هي رد المناعي السيء كل ما رجعنا للفار كل ما كان في عندنا رد مناعي عالي immunogenicity reactions الآن هتكلم في اتنين من الانتباضي في هذه الحلقة أو في هذا اللقاء المحاضرة هذه الاثنين من الانتباضي الأول منهم بنسميه ميورو موناب ميورو موناب وعبارة عن انتباضي هذا الانتباضي مشتق أو بيستهدف CD3 clusters of differentiation واحدة من clusters of differentiation اللي موجود في T-cells تبعات خلايا المناعة وفي عنا أيضا بيستهدف هذه النوع من الكلسترز نوع آخر من الانتباضي لكن هذا الباسيليك سماد هو عبارة عن chimeric ولاحظ الاختلاف في الصفكس بين التو انتباضي هذا الأولان اللي يحسم بنا احنا ميورو موناب هو الـ targeting CD3 هيتكلم عليه أولا إذن ميورو موناب monoclonal antibody اللي بيهاجم CD clusters of differentiation كلنا ميورو موناب ممكن نسمي orthoclon octa 3 هذا عبارة عن الاسم التجاري الانتباضي هذا قلنا احنا مشتق من ميورين يعني بنسبة بالنسبة الكلية هو تبع فار immunoglobulين G type A 2A إذن احنا لما حكينا بتتذكر على الانتباضي قلنا انه الانتباضي بنسميهم immunoglobulين وسمناهم أو قسمناهم إلى divisions فالميون globulين G type 2A الميورمناب بيقع في هذا النوع من الانتباضي بهاجم CD3 إذا ما قلنا على T-Cells T-Cells اللي موجودة في أو اللي بتشارك في الرد المناعي تبع لترانسبلانتيشن لما بصير عند الناس أو بنعمل عملية زراعة للأعضاء وهذا الكلام كان في التسعينات تقريبا في التسعين إلى سبعة وتسعين لما الناس بدت تزرع الكلية كان في عند الناس اللي نزرع الهم الكلية رد مناعي عالي ورد المناعي هذا العالي كان تشترك فيه بشكل أساسي الخلايا T-Cells تمام الآن أنا حققول كيف T-Cells بتشارك بهذا رد المناعي وكيف بتعتمد على CD3 افتحنا بنقول أنه الانتي بضي تبعنا الميورو المناب انتي CD3 فاحنا الآن بدنا نشوف كيف انتي CD3 واش دور للCD3 بهذا رد المناعي اللي ممكن يعمل على تكتير أو على فشل عملية الترانس بلانتيشن تمام CD3 على كل حال موجود في على السيرفس تبع الهيومان فايموسايت والماتور T-Cells وإحنا بتكلم في هذا الجانب اللي بخصنا بالماتور T-Cells وزي ما قلت أنا بنستخدمه as إميونو سابرسيف إميونو سابرسيف عشان احنا ننجح عملية الترانس بلانتيشن زراعة الأعضاء بدنا جهاز المناعة ممكن يتم بعدة وسائل من ضمن هذه الوسائل الكونفينشنال هاي دوز أوف ستيرويدز النسب العالي من السيرويد ممكن تعمل لكن الميومون بيعطي نتائج ممتازة جدا في هذه الأحوال وطبعا يعني الناس بتقول إنه بيعطي 94% مقابل 75% للسيرويدز يعني هو أنجح من السيرويدز لكن السؤال وين إنه هل هذا الكلام له سايد افكتس ولا لا هذا راح نشوفه لاحق اللوي كوغنيشن هو إنه النسيج أو إنه المناعة عادي النسيج الهدف أو النسيج المتطوع في أو الضيف يعني إنه نهاجم الكلية الجديدة هذر نسميه اللوي كوغنيشن العملية بتعتمد على كومبليكس بنسميه CD3 CD3 TCR هدول الناس التنين مع بعض التنين مع بعض T-Cell Receptor مع T-Cell Receptor مع CD3 بيعمل كومبليكس هذا الكومبليكس مهم جداً في عملية التعرف اللي بيقوم فيها TCR على الأنتجين وتوصيل الإشارة لل CD3 إذن العملية بتبدأ كالتالي خلينا أنتقل للصورة ها تعال تعال تنشوف الآن لو أنا عندي T-Cell هذه T-Cell زي ما احنا شايفينها عليها كومبليكس بنسمي CD3 T-Cell هو T-Cell الأساسي في التعرف على الأنتجين الأنتجين في هذه الحالة هو الأنتجين تبعا هو جزء من الخلايا الضيفة اللي احنا صدفناها لعبارة عن الكلية اللي جاي من الدونر من المتطوعين ف اسمه T-Cell حيكون متصل أو حيتصل بالأول على على الأنتجين و حيعتمد على CD3 بتوصيل إشارة داخلية داخل السل اللي يسمها T-Cell فلما الإشارة الداخلية تصير في T-Cell بصير T-Cell اللي يسمها ايه Activated T-Cell إذا نحنا عشان ننصط T-Cell بنحتاج أنتجين وهذا الطبيعي مش عنا نقول المرة اللي فاتت إنه T-Cell بتعتبر على الأنتجين من الأنتجين presenting ماش في ناس أنتجين أو أنتجين فإحنا محتاجين نتعرف على الأنتجين الآن هذا الأنتجين في هذه الحالة خلايا الكلي اللي هي جاي جديدة علينا طبع هذي مشكلة في هذه الحالة لكن الأنتجين بيرتبط على T-Cell بيعتمد T-Cell على CD3 عشان يعمل Activation اللي بيحصل إنه في عنا Activated T-Cell هذا Activated T-Cell ممكن تروح وصير لها Effector T-Cell إذن Effector T-Cell رايح هتعمل عملية مهاجمة لمين لخلايا الكلي اللي جاي علينا ولا سمح الله هتفشل مين هتفشل الترانس بلانتيشن ليه لأنه تم استثارة T-Cell الآن إحنا الهدف من العملية اللي إحنا بدنا إياها إنه إحنا نوقف هذه السيجنال وتوقيف هذه السيجنال بدنا إياها النهاية يقول إلى عدم تنشيق Fictor T-Cell فلذلك إيش بنعمل بنعمل الانتيباضي اللي إسمه ميوروموناب طبعا هذا الانتيباضي اللي إحنا قلنا عليه ميورين انتيباضي وأنا بشرح متنزم تبعه على اعتبار إنه شغال مع العلم إنه هو مش شغال مسحوب من الأسواق لكن الميوروموناب لازال موجود ولازال عليه غل لكن ما بيستخدمش كعلاج حاليا عنده side effects كتير فلا قلوا إنه إحنا ممكن نستغني عنه لكن أنا بقول تأول أنتيباضي تأول أنتيباضي من سنة 97 أو 92 من 97 طوح هذا أنتيباضي جديد إنه نحنا نفهم كيف يشتغل هذا أنتيباضي بيمسك على CD3 CD3 اللي عبارة عن البوتين اللي بيعتمد عليه TCR في توصيل الإشارة توصيل الactivation إذا كان حدث ذلك هذا الكلام مكتوب في التكست إذا حدث ذلك ويتطبط الأنتباضي اتطبط الأنتباضي تابعنا على CD3 فإن ذلك سيعمل activation نسبيا خلا activation نسبيا وإحنا بدنا activation للT-Cell تلك activation مؤقت ثم تتحول الخلية إلى حالة apoptosis تحول الخلية إلى حالة إيه apoptosis وبتموت الخلية وبذلك ينتج من الخلية هذه مجموعة من السايتو كاين من السايتو كاين إحنا الهدف من القصة هان ماتت الـ T-Cell واتخلصنا من الرد المناعي فهذا It's not good It's not good أحد شي يفكر إنه we need to kill our T-Cells فعلاقل في فترة ما بدنا نتخلص منهم أو نخففهم وهذا اللي بيصير هان إذا إحنا هان نشطنا نشطنا T-Cells مؤقتا لكن هذا الارتباط طبعا الانتباطي على المكان هذا أدى إلى apoptosis apoptosis بيطلع من الخلية هذه اللي هي بيتموت T-Cell بيتموت بيطلع منها مجموعة من الcytokines هدوا الcytokines عفكرة اللهم هان قصة صغيرة الcytokines أنا وضحتهم هان أنا بقول هان it's binding to CD3 receptor بيعطيني حاجب نسميها cytokine release syndrome cytokine release syndrome هذا cytokine release syndrome فيكرة في كتير مرات بتلاقي انت تقالع من نواتج أدوية بينتج انه مجموعة من side effects زي fever والweakness ومجموعة أخرى من الأعراض اللي احنا مش حابينها لكن هذه الأعراض قد تؤدي رحز معايك قد تؤدي إلى مشاكل أعواص على كل حال هذا الانتيباضي كان عنده رد مناعي سيء قلنا احنا انه جهاز المناعة قد يستفز أيضا ضد الانتيباضي ولذلك في 50% من الناس اعطوا ترجونا انه في عنا bad immune response تمام عشان هيك تم سحب اللي هو من الانتيباضي هذا من السوق وتم تتوجه ناحية الخimeric انتيباضي إذن من المشاكل تحت هذا الانتيباضي ظهور حاجة بنسميها السايتوكاين ريليز سندروم سايتوكاين ريليز سندروم هذه السايتوكاين ريليز سندروم تظهر هنا معنا بيعندنا تنشيط لأكتر من لأكتر من نوع من السلز تبعة المناعة ولكن في المحصلة يتم تسكيت الأفكت تي سلز إذن حصلنا على تي سلز ماتت النشيطة من التي سلز تم إلها تثبيت أيضا هنا في عنا تول ميكانزم بنتين سوخهم بكثار واحد منهم هي انتيجيني موديوليشن بينتوج منها ابتلاع للانتيبودي مع الكمبليكس تبعه أو ان الخلية تتخلص منه وهذا هنتعرف عليه المرة الجاي انه كيف الخلية أحيانا تتخلص من الريسبتور اللي عليها تشتح الغطاء اللي عليها وترمي وبذلك تتخلص منه فبتصبح الخلية في هذه الأحوال خلايا وفي هذه الحالة أيضا خلايا أقل فاعلية يعني خلايا مش نشيطة لأنها فقدت الريسبتور تبعين ما هي كانت تعتمد عليهم هدول هدول اللي هم عبارة عن الTCR والCD3 هدول كانت تعتمد عليهم بالعمل هي الآن فقدتهم سواء تعملت لهم دخلتهم جوه أو انها عملت لهم وخلعتهم وش الحط على شقة خالص وهذا فكرة اللي بيصير في حالة ال بمعنى انه زي القبة الحديدية واليهود احنا ايش بنرمي احنا بنرمي عليهم اللي اسم هدول اللي بسموهن عندنا احنا صريخ درموهم على مين درموهم على اليهود القبة الحديدية في السماء القبة الحديدية هذي بالزبط زي هيك زي ما انت تتقلص من زي ما تتقلص من البروتين ترميه كان هو يمتاجه مع بعض وبذلك الخلية هذي تقفرش سلبا وابتوحش ناحيات الاسمه الابوبتوزز لو ضلت الخلية في هذا الاتجاه هتمش ناحية الابوبتوزز لان عندي ثلاث خيارات خيار الاول انه ناحية الابوبتوزز خيار الثاني انه نسكت الافكتور تي سيلز وخيار الثالث انه نحنا نتحييد هذا التحييد اللي هان هو عبارة عن انه الخلايا تصبح اقل فاعلية واقل مشاطة وكل هالميكانزمات ناتجة من ميكانزم اكشن أو ميورو موناب عمل ميورو موناب 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 تي سيلزمات هالميكانزمات تي سيلزمات زي ما قلت انه هادي اللي ها سايد افكت وهدول السايد افكت ليسوا بالشيء البسيط واسواقهم استثار جهاز المناعة وخلا الناس تذهب خلا الناس وخلص انهم يذهبوا باتجاه التشايمير انتباض لكن زي ما قلت انا انه يعني هو لازال موجود في السوق الانتيباضي وان كان تم حقوق على اعتبار انهم ما يتقالجش في الناس زنت الالفين وعشرين على كل اتحال المصطلحين اللي دخلوا عنا بالشريحة اللي قبل كان منهم الانتيجينيك موديوليشن وانا شرحتهم انه احنا ممكن نبتلع اللي هو الانتيباضي مع السيبتر وفي عنا حاجة اسميها T-cell energy وهي طولرانس ميكانزم طبعا هذا التولرانس ميكانزم فيها تحييد فيها زنا بلتانا ريبو رسبونس بستيط يتير الخلايا اقل ويشمل الانتيباضي الانتيباضي رقم اثنين توجه ناحية الانتيباضي رقم اثنين هو عبارة عن انتيباضي مهم والانتيباضي هذا اسمه سيتوكسيماب سيتوكسيماب تعوف عن انه human mouse وانت طبعا ذاكر انه التشايمرك التشايمرك اشتركوا في القناة